لكل مكان في السعودان محمول الثقافي هذا المحمول موروث وأي مكان مينمشي اليوم بيظل المكان راسخ في أذهاننا فما بالك بالمكان بيرتبط بتقوص هي من ضمن عاداتنا وتقاليدنا تقوص الزواج عند الجعاليين من خلال هذا التقرير عندما تشرق الشمس هنا مرسلة أشعتها الذهبية وعندما تدثرت خيلا خلف هذه الصداب والسهول لا تدري الشمس في هذا الصباح أنها تشرق في مكان مختلف وأناس مختلفين كذلك إنه الطريق إلى معاقل الجعاليين الذي يجعل القادم إلى هذه الديار مرهون وأسير لكثير من الذكريات تعتمل في الذاكرة والدواخل معاني الكرم الأصيل الذي ظل وما يزال شيمة اتصف بها كل السودانيين على اختلاف الأمكنة والأزمنة لكن الكرم هنا ينساب كمن نسمع إلى الجميع صغارا وكبارا وكأنما هم في سباق محموم للضفر بأحد المارة والقادمين كان الحظ حليفنا حينما تصادف وجود الشروق في مدينة شنبي التي تقع إلى الشرق من أكبر معقل لكبيلة الجعاليين فصادفنا هنا مع مراسم زواج بالمنطقة فكان فرصة لنا لنقف عن قرب على تراث وتقاليد الزواج وعادات أهل المنطقة في طقوسه المختلفة يتحدث الجميع هنا عن معاني الشجاعة والكرم وكيف أن المنطقة ورغم تعاقب الأجيال وتطاول الأزمان استطاعت أن تستصحب معها كل القيم الفاضلة التي توارثوها عن الأجداد ويجيء الكرم بالطبع في مقدمة هذه القيم ألي قاعة الحماسية سيمة مميزة للتقليد هنا خاصة في مناسبات الاحتفاء بالزواج فما أن يهم أحد شباب المنطقة بالانتقال إلى حياة الزوجية إلا وتنداح الأفراح أياما بلياليها تزينها دفوف الحماس وقطع مختلفة الأحجام والأوزان تشكل ما بات يعرف بقاعدة اللوكة الجديد القديم هنا هو اصطفاف مجموعة من الشباب أمام العريس أو أحد أقربائه الذي ينهال عليهم ضربا بالصوت ليكتشف الناظرون خاصة من الفتيات مدى ثبات الشاب وتحمله وبالتالي يصبح رقما مهما في تقديرات من طرى فيه فارس الأحلام فالشجاعة هنا ركن أصيل وإحدى المحفزات الرئيسة لكل من يريد الاقترانة بأي طرح الأطفال والنساء والشباب وكبار السم هؤلاء جميعا تحرك فيهم إيقاعات الحماس شيئا غريبة فتجد الجميع هنا يحلق عاليا تارة بضرب الأرجل على الأرض وتارة أخرى بالقفز عاليا فيما يعرف بالعربة فضلا عن صفوف البطان وهي جميعها حركات تعبر عن الفرحة بمشاركة العريس في مناسبته السعيدة وتكثر في الأغاني التي يترنم بها فنان الجعاليين معاني الحث على الشجاعة والإقدام والكرم كما يختخر الجميع هنا بانتسابهم إلى مك الجعاليين المعروف بالمكلمر كثيرة هي العادات والطقوس الخاصة بالزواج في مناطق الجعاليين وتنداح الأفراح هنا حسب ما يرى المؤرخون وتستمر أربعين يوما في السابق لكنها تقلصت بفعل الإيقاع المتسارع للحياة مع المحافظة على كثير منها حتى يومنا هذا والتراث هنا ضارب في القدم فالتاريخ يحكي عن قصص وروايات عديدة تحفها جميعا معاني وقيم كريمة تنبع من أصالة الشعب السوداني استمرت الأفراح في أحد مواطن الجعاليين وبطونهم التي يفتخرون بها لكن الكاميرا تعجز دائما عن توثيق جميع مناحي وبروب مثلها كذا تقاليد لكنها تنقل وبسط لقطاط من هنا وهنا ونحن نهم بمغادرة المكان استوقفنا هذا المنعطف التاريخي الأصي إنها آثار المصورات الضاربة في القدم وها هي آلاف السنين تمضي وتظل هذه الشواهق تعانق السماء في كبرياء وأنفة تحكي عن حضارة قل ما توجد في موطن أخر وها هي الشمس تميل إلى الغروب وكأن ما تريد وداعنا من بين قصور المصورات إلى الجنوب الشرقي من مدينة شنبي التي تضم معبدي الشمس والأسد لتقول إن التاريخ يظل حاضرا في هذه المبارد وإن الإرث الذي حاولنا سبر أغواره ظل ممتدا لقرون خلق فتركنا المكان المهيد وفي النفس آمال بالعودة مرة أصعى